يعرض الإحتيال الإلكتروني من أكثر أسليب الإحتيال انتشاراً بين المواطنين خاصة بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يوجد عدة أشكال الإحتيال الإلكتروني سواء عن طريق نشر وظائف وهمية بميزات عالية تذب المستخدم أيضاً من الممكن أن يكون بتجارة الإلكترونية كصفحات ممولة تدعم التداول أو من خلال صفحات عبر الإنترنت تدعى أنها تقدم أو تدعي أنها تقدم جوائز قيمة مقابل دفع مبلغ بسيط من المال وفي أسليب كتير يا ساتر الله يسطر الناس أدمها الأسليب عم تكون كتير رزان يعني مشاهدين وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية حذرت بكل ما يتعلق بالإحتيال الإلكتروني إذ أن الوحدة ورغم العديد من تحذيراتها إلا أنها ما زالت تتعامل مع عداد كبيرة من الشكاوي وبشكل يومي وأكدت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية أن الأسليب التي يستخدمها المحتلون الإلكترونيون متعددة لأشكال ويقومون بابتكار أشكال جديدة لها باستمرار وطبعا للحديث أكثر حول موضوع الاحتيالي الإلكتروني نحن نرحب مع بعض بالستوديو بالرائد مصعب الرحاح لرئيس قسم التحقيق الفني في الجرائم الإلكترونية صباح الخير أهلا وسهلا فيك بيك صباح الخير عليكم وعلى الأخوة المشاهدين عبر شاشة عمان تيفي أهلا وسهلا فيك مصعب بيك موضوع مهم جدا ولو يعني شو بدي أقول لك لو نحكي عنه كل أسبوع مهم كتير ولازم نظل نحكي عنه لحتى صحيح خصوصا أنه في أسليب بتطلع بشكل دوري بالاحتيال طبعا مش أسلوب ثابت لا هي تجدد بشكل دوري الأسليب متجددة صحيح فهنا اليوم نحكي عن هذا الموضوع إذا نبلش إذا بتسمح نبلش حديثنا معك نحكي عن الاحتيال الإلكتروني بشكل عام ومتى نعرف أنه إحنا وقعنا ضحية الاحتيال الإلكتروني هلا بداية الاحتيال بشكل عام الاحتيال هو التضليل والإيهام بقصد الوصول إلى منفع نعم والآن تعريف الجريمة الإلكترونية هي كل فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه قانون الجرام الإلكتروني أو قانون العقوبات طالما ارتبط ارتكاب هذا الفعل أو هذا الجرم بتقنية المعلومات نعم يعني بناء على ذلك يكون الاحتيال الإلكتروني هو الإيهام والتضليل باستخدام تقنية المعلومات أو شبكة الإنترنت أو الأجهزة الرقمية للوصول إلى منفع وفي معظم الحالات تكون المنفعة مادية نعم نعم يعني موضوع مخيف ومقلق يعني مصعب بك الناس دائما كل مرة نسمع قصة جديدة يلي برين عليك من ما بعرف أي بلد المساجات اللي بتوصل صارت على الواتساب نفسه يعني حتى مش بس على الاسم اس زي ما كانت الناس تفكر فقط رسائل نصية ولكن الموضوع يعني بيصير فيه زي ما حكيت وذكرت ابتكار وأسليب مختلفة ما هي أبرز أسليب الاحتيال الإلكتروني اللي عم تكون هالكتروني يعني هو زي ما حكينا فعليا الاحتيال المالي الإلكتروني هو يعني فيه قضايا تجدد أو المجرم الإلكتروني يبتكر طرق وأساليب جديدة نعم لارتكاب الجريم الإلكتروني أو الاحتيال الإلكتروني بأساليب مختلفة يعني إذا بدنا نحكي عن أبرزها اللي انتشر في العاون الأخيرة في عنا أسلوب تحديث البيانات في عنا مواقع وهمية على شبكة الإنترنت موجودة تسمح لمستخدم الإنترنت أنه يستخدم رقم هاتف الشخص أو الجهة اللي هو بدو إياها ولكن هاي المكالمة ما بتكون صادرة من شركة الاتصالات وإنما بتكون صادرة من هذا الموقع الوهمي اللي موجود على شبكة الإنترنت في بعض يعني عدة قضايا وردتنا أنه أشخاص يقوموا بانتحال أرقام الهواتف الخاصة ببنوك موجودة داخل الأردن بتواصلوا مع العملاء بشكل طبعا عشوائي أو من خلال استخراج بياناتهم من المصادر المفتوحة على شبكة الإنترنت زي مواقع الفيسبوك أو على تطبيقات مثلا البنوك نفسها إنه أنا بدي أحاول أحول له مبلغ مالي بس محاولة حتى أطلع اسمه من خدمة كلك اللي هي موجودة مباشرة بتواصل مع هذا العميل بوهمه وبسمعه فيه كثير من القضايا كانوا يحطوا صوت اللي هي خدمة الانتظار على الهاتف حتى يشعروا بجدية الموضوع العملية كاملة يعني بيكون ماخذ هو الصوت اللي بيصدره من البنك بالشكل الصحيح يعني دائما بيسمعوا لهذا العميل حتى يشعروا بجدية الموضوع أنه أنا فعلا أمثل البنك يطلب منه بنهاية المطاف بعد ما يطلب منه بيانات الشخصية يطلب منه الـ OTP number اللي للأسف لغاية الآن معظم المواطنين ما بيعرفوا أهمية هذا الرقم الـ OTP number هي اختصار لكلمة أو لجملة One time passcode اللي هي كلمة ما أبدأ نحك كلمة المرور لمرة واحدة صحيح ولكن هاي تعتبر هي المفتاح لحساب البنكي ممكن تكون مفتاح لتطبيق على الفيسبوك ممكن تكون مفتاح لتطبيق على السناب شات أو على أي تطبيق من التطبيقات بالإضافة لتطبيقات البنكية فبالتالي دائما يعني فيه كلمة بيضعوها كل الشركات وكل البنوك بيحطوا مع كلمة One time passcode أو OTP number بيحطوا كلمة أنه لا تشارك هذا الرمز أبدا صح طبعا ليش؟ لأنه مجرد أنه أنت عطيته هذا الرقم طبعا المجرم الإلكتروني بيوهم العميلة بيحكي له أنه وصلك الرقم هذا الرقم تبع تأكيد المعاملة أو تأكيد العملية زودني فيه المواطني يعني بيكون مفترض حسنية بيعطي هذا الرقم للشخص مباشرة بيستحوذ على تطبيقه البنكي وبيحول هاي المبالغ مباشرة إلى جهة أخرى دعني مصحب بيك نقدر نعتبر هاي أكتر أنواع الاحتيال المنتشرة حالياً في الفترة الحالية بالإضافة إلى أسلوب اللي هو التداول عبر المنصات الوهمية فيه ناس كثيرة بيشوف على الفيسبوك بيطلع لإعلان أنه أحصل على وظيفة براتب يومي 20 أو 25 دينار هاي كثير بشوفها على تطبيع دينار طبعا مجرد أنك تضغط كليك على هذا الإعلان بيأخذك مباشرة على تحديداً على تطبيق التليقرام بالفترة حالية بتروح مباشرة على رقم وهمي برضو دولي بيتواصل معك أحد الأشخاص من الخارج يعني حتى بداية هذه القضايا كانت هي من دول شرق آسيا تحديداً بداية هذا القضايا حذرنا وأكثر من مرة عن هذا الموضوع إلا أنه لغاية الآن بيجينا بشكل دوري يعني بداية هذه القضايا بدأت ظهور بالأردن تقريباً في نهاية عام 22 ومن نهاية عام 22 ولغاية هذه اللحظة القضايا لسه قاعدين منستقبل بشكل يومي قضايا اللي هو الاحتيالات بأسلوب المنصات الوهمية على شبكة الانترون في عنا أرقام تقريبية لعدد الحالات اللي كانت ضحية الاحتيال الالكتروني عام 22 كان تقريباً وصلنا لتجاوزنا لـ 2400 قضية في عام 2023 تجاوزنا لـ 4000 قضية وإذا ضلينا على هذا يعني بدون ما نوعي المواطنين وما كان في وعي عند المواطن بأن هذا الموضوع يجب أن نبتعد عن الأطماع ما أكون طماع أنه أنا ممكن طبعاً المنصة بتوهمك أنه إذا وضعت 10 دنير ثاني يوم يجيك عليهم مثلاً 5 دنير فعلاً ثاني يوم ينزله مثلاً 5 دنير سواء بالعملة الرقمية أو بالعملة الفعلية بعد هيك الشخص بيصير بيطمع أكثر بيضع مبلغ مالي أكبر متى بيتم الاحتيال عليه لما يوضع المبلغ المالي الكبير سحبة إجر الأولى طبعاً الاحتيال المالي الإلكتروني أو قضايا الاحتيال المالي الإلكتروني هي من القضايا التي يصعب قياس حجم الضرر الناجم عنها سواء على مستوى الاقتصاد الشخصي بالنسبة للمواطن كمواطن أو على الاقتصاد الوطني نعم يعني الموضوع جداً فيه تفاصيل كبيرة صحيح مصعب بيكون لازم الواحد ينتبه شو أغرب حالة مرت عليكم في هذا الموضوع يعني قصة هيكة كانت فيها خيراً نحكي زي ما بقولوا بالانجليزي creativity مختلفة لا يعني زي ما بيحكوا لا يلدغ المؤمن من جحر المرتين أنا استغربت قبل تقريباً شهر ونص راجعنا مواطن وقع بنفس الموضوع في منتصف عام 2023 يا إلهي فسألته ليش فحكالي أنه أنا بدي أحاول أعوض خسارة اللي خسرتها أول مرة ما علينا فهو خسر الخسارة الثانية بالإضافة للخسارة الأولى فحكيت له يعني أنا مستغربي يعني أنت ما كنت تعرف أول مرة تتعلم وقعت فيها يعني العاقل ومن التعظى بغيره والشقي ومن التعظى بنفسه صحيح يعني هاي المرة الثانية تعقل يا أخي أكيد يعني كانت هاي غريبة علينا أنه واحد يوقع بالإحتيال ونفس الأسلوب مرتين يعني أنا دائماً بتعرف شو بستغرب إيش الوسائل اللي بيستخدموها لحتى يدخلوا بالفعل على دماغ إنسان عاقل راشد واعي وفاهم أنه فيه أشياء زي هيك بتناع موقع التواصل الاجتماعي ولكن شو الأسلوب اللي بيدخلوا فيه على البني أدمين اللي يقدروا يقنوا لهم الحاجة للمصاري المختال بتميز بأنه يضفي صفته الجدية على الموضوع يعني بتذكر من بداية المنصات اللي اشتغلت على هذا الموضوع منصة اسمها آسيابل هاي المنصة الشخص لما وضع الإعلان على الفيسبوك كان كل شخص يتواصل معه يعطي مهمة أول شخص طلب منه أنه يفتح مكتب حول له بالعملة الرقمية لأنه بالخارج هو حول له بالعملة الرقمية باليو اس دي تي مبلغ مالي حكاله هذا المبلغ بتروح بتحوله لأردني من خلال محفظة البايننس وبتفتح مكتب بالفعل هذا الشخص فتح مكتب بعث له هذاك المحتال لوغو هو عامله برضو لشركة الشركة المفترضة أنه اسمها آسيابل أيها فرح وضع هذا اللوغو على المكتب تاعه وحط قامت الاسم تابعته رجع طلب من الشخص آخر أو أشخاص آخرين أنه يروحوا على منطقة من المناطق النائية بالأردن يوزعوا طرود خير ويضعوا عليها نفس اللوغو بعدها رجع حجز بعت لشخص يحدز بفندق على أساس أنه يعملوا زي ندوة بين هذول الأشخاص في بعض يتعرفوا على بعض ويبلد شو يعطوا محاضرات عن هذا الموضوع الآن الفعالية اللي تم نشر طرود خير أو توزيع طرود خير فيها في منطقة من مناطق الأردن النائية تم تغطيتها علامية من أحد الصحف هذا الموضوع أضف صفة جدية على الشركة مع العلم أنه اللي عمل هاي الأدوار كلها شخص واحد وموجود بالخارج وكل المصاري طلعت بالعملة الرقمية لهذا الشخص بس هو كان دوره توزيع الأدوار بحيث أنه صفة الجدية على التطبيق وهذا اللي صار مش طبيعي الموضوع مرعب فهي يعني من صفات المحتلين أنه يعني يشعرك أنه هو جدي أو المشروع اللي هو بيشتغل في جدي ويكون عندهم ذكاء عارفين بشو بدهم شو بدهم يعملوا بالضبط يعني مصعب بك أنا عندي فضول بشغلة يعني الناس اللي بتخسر مصاريها هل في أي طريقة لارتجاع المصاري ولا اللي راح راح الآن عنا على سبيل المثال أي شخص يعني بيتعرض لقضية جرائم الكتروني بشكل عام من ضمنها لاحتيال المالي الكتروني أول شيء بيتوجه للمدعي العام الأقرب لمكان سكنه حسب مكان سكنه ومن ثم المدعي العام بيوجه بموجب لا إحد شك ولا إدارة البحث الجنائي وحدة مكافحة الجرائم الكترونية هناك بتم استقباله في قسم التحقيق الفني ضبط أقواله أخذ كامل الأمور الفنية من هذا الشخص بعدها بتم مخاطبة الجهات المعنية وأساسات الرسمية اللي بنشتغل معها لنعرف مين راحوا مثلا على سبيل المثال بقضايا الاحتيال الكتروني نعرف المصاري مين راحوا حتى أحيانا في مثل قضايا منصات التداول الوهمية في مخاطبات دولية تتم لأن هذه المصاري تكون خرجت لخارج الأردن في العملة الرقمية وليس في العملة العادية بعد ما يتم تحديد الفاعل إذا كان الفاعل موجود داخل الدولة فهو واجب يعني إدارة البحث الجنائي بنقوم بضبطه والتحقيق معه ضبط ما بحوشته من أجهزة والتخزين الرقمية تحويلها لقسم مختبر الأدلة الرقمية الذي يعتبر أحد أهم أقسام وحدة الجرام الإلكتروني في إدارة البحث الجنائي يتم تدوين تقارير بكيفية ارتكاب الجرام ومن ثم توديع هذه القضية للقضاء على قانون الجرام الإلكتروني رقم 17 عام 23 طبعا في حال أنه كان المجرم خارج البلاد في عنا إدارة الشرطة العربية والدولية اللي هي الانتربول يتم مخاطبتها حتى يقوموا بمخاطبة الدولة اللي الجانب ويجد فيها حتى يتم اتخاذ الإجراء عليها مهم كثير مهم كثير طيب مصعب بك يعني كثير زي ما قلنا بالبداية بوصلنا لينكات على الواتس آب أو تليفونات أرقام غريبة أنا من الأشخاص مثلاً اللي بخاف أفتح الخط على التليفون لأنه دائماً بقولولي إذا بفتح الخط إنه بيسحب كل معلوماتك أو إذا بتكبيسي على اللينك على طول بيسحب كل معلوماتك أنا لأ مشان الله ما بدي أرد ولا بيفتح أي لينك إيش اللي بصير بالضبط عن جد؟ إيش نعمل يعني عشان ننبه الناس أكتر؟ سواء كانت المكالمات أو حتى الروابط دائماً في داخلها طعم الآن أنا إذا تعاطيت مع هذا الرابط يعني إذا فتحته وتعاطيت معه عبيت معلوماتي نزلت تطبيق كان بيحتوي عليه هذا الرابط يعني على سبيل المثال في عنا قضايا السحر والشعوذة في بروفايلات موجودة على الفيسبوك أو على أي موقع من موقع التواصل الاجتماعي باسم السحر والشعوذة أو المشعوذة الكلانية في ناس عنده فضول أو بيكون واقع بمشاكل ويجالس لنفسه بيطلع بوجه هذا البروفايل فمن باب الفضول يريد أن يرى بلك هذا يستطيع أن يساعده يدخل على هذا التطبيق أو على هذا البروفايل يستطيع أن يتواصل معه هذا الشخص يكون مجرم إلكتروني يبعث له لينك على سبيل المثال طبعاً ما بدنا نحكي أن هناك تطبيقات باسم حصن المسلم رقية إلى أذكار المسلم يكون هذا التطبيق موجود داخل هذا اللينك الآن ما بنحكي عن التطبيقات الموجودة رسمياً داخل جوجل بلاي والأبل ستور نحكي عن التطبيقات الموجودة داخل روابط خارجية يعني رابط وصلنا على المسينجر رابط وصلنا على الواتساب نعم 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 مجرد ما نزلت هذا التطبيق اللي بينتح الاسم أو صفة الموقع الأصلي أو التطبيق الأصلي هنا أنا بكون وضعت نفسي موضع شي كشك وريبة زي ما بيحكوه إنه راح يتم اختراق هاتفي وصول للصور لأسماء كثير عجانة قضايا اللي هو بأسلوب السحر والشعوذة كانت أو الضحية بتكون منزلة هذا التطبيق عندها على الموبايل الشخص بسرها ضده ويبتزها بالصور الموجودة بالقلالي عندها والأسماء هو وصل له لأنه أنا أعطيت السماح في الوصول للأسماء زي ما بعطي أي تطبيق ثاني من التطبيقات الرسمية فبدنا نكون حذرين أنه أنا لما أفتح لينك أو أني أرد على المكالمة ما أتعاطى مع الشخص اللي بعث لي خلص لا نفتح لينك ولا نرد على المكالمة يعني نختصر على نفسنا ما أفتح أي مكالمة مجهولة المصدر ما أفتح أي لينك مجهولة المصدر صح يعني اللي جاي مكالمة من المالديف زي ما كنا عم نحكي تحت لهوا صحيح غير إذا في عندك حدد وخصتك عايش بالمالديف ممكن تراول بلا منه يعني بالآخر يعني مصابيك حابين نعرف بالآخر إيش بتوجه نصيحة للناس اللي بيخافوا أنهم يروحوا يشتكوا اللي بيخافوا بيستحوا بيخجروا يمكن يعني يعني أنه هم الناس تحكي عنهم أنه كيف أنت عملت هيك ويعني واضح الموضوع شو بتحكي لهوا صحيح الآن من العوائق اللي بتواجه أي شخص تعرض لجريمة إلكترونية الآن إحنا المجتمع الأردني مجتمع محافظ عشان هيك دائما أي شخص بدي يشتكي أو في معظم الحالات الشخص اللي بدي يشتكي يقع في الحرج صح الآن إحنا التعامل في وحدة مكافحة الجرام الإلكترونية داخل إدارة البحث الجناء يتم بشكل سري كامل يعني بكل سرية ومكتومية لا أحد يعرف عن قضيتك ما أحد بيعرف أنك تقدمت بشكوى وحتى داخل القسم يوجد مهندسات مؤهلات وهم اللي بتعاملوا مع يعني خاصة إذا كانت القضايا إلها علاقة في فتيات أو شيء معين في فتيات بتحكي لك أنا بدي أنه بنتي للتعامل معي فموجود عندنا طاقم مهندسات مدرب ومؤهل للتعامل مع الجرام الإلكترونية نعم وبرجع وأكرر القضايا داخل وحدة الجرام الإلكترونية تأخذ يعني شكل السرية الكاملة وما حدا يهكلهم إذا وقع أي ضحية جريمة الإلكترونية ما حدا رح يعرف عن موضوع داخلهم نعم هذا الموضوع جدا جدا مهم بس في شغلة تانية حابة أذكرها رزان قبل ما ننهي إنه في سبتات وأنا سمعت من كذا صبية مرة إنه هم بيخافوا كمان إنه يكون الشخص اللي عم بيحكوله عم بحكم عليهم عرفتي كيف؟ إنه عم بحكم علي إنه ممكن إنه يكون في سرية بالموضوع ولكن ما بدي حدا يحكم علي فكمان هذا الحكي أكيد بيكون مأخوض بعين الاعتبار طبعا طبعا يعني إحنا بنتشكر وجودك سيد مصعب بك وجودك معنا ولحديثك عن هذا الموضوع وأيضا نتشكر جهودكم بالتعاون مع الأشخاص عن جد لحتى هيك يكونوا مرتاحين لو وضعوا لو كانوا من الأشخاص اللي ضحية الإحتيال الإلكتروني أو الإبتزاز الإلكتروني وما شابه يجوا لعندكم يكونوا متطمين إنهم يبقى أمانوا والموضوع سري وما في أي مشكلة ولا في عيب ولا وكل إشي رح يمشي تمام شكرا كتير إنه كنت معنا يعطيك ألف عافية شكرا لإلك مصعب بك يعطيك ألف عافية ترجمة نانسي قنقر